بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا فيكم في الجلسة 247 لملس وزراء تتواصل جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وحرب التجويع ضد أهلنا في قطاع غزة وهي أكثر ما تكون قتلا وتجويعا وتشريدا وقهرا تحصد مؤات الأرواح يوميا معظمهم من النساء والأطفال وتتكشف يوميا المزيد من الصور الفضيعة لما يرتكبه جنود الاحتلال وتشتد وطأة التجويع الذي لا يعالج فقط بإسقاط الوجبات بعضها يسقط في البحر والآخر يتحول إلى أداء لقتل الجوعة بسبب أخطاء في الإنزال إن الحل الأسهل والأكرم للجوعة هو وقف الجريمة أولا وإيصال المساعدات عبر الحواجز والموانئ بإشراف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين فإذا كان الهدف تقديم المساعدات فإن هناك خمس معابر توصل إلى غزة يمكن إيصال المساعدات عبرها خلال ساعات بدل الانتظار لثلاث أيام في البحر من جانب آخر نطالب الصليب الأحمر الدولي بزيارة المعتقلين والمعتقلات في السجون الإسرائيلية فما يجري في تلك السجون من وحشية تتطلب تدخلا عاجلا لوقفها وكبح نزعة الانتقام التي تتلبس السجانين بعمليات تنكيل وتعذيب لقد استقبلت قبل أيام عدد من الأسرى المفرج عنهم وسمعت منهم روايات مروعة حول التعذيب والقمع لم يحصل مثلها في التاريخ المعاصر أدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية حول ما يجري للأسرى في سجون الاحتلال من جانب آخر أيضا يأتي شهر رمضان هذا العام بينما يتدور أهلنا في قطاع غزة جوعا وينزفون دما بجرائم الإبادة التي تتواصل بلا هوادة نتطلع إلى تدخل محكمة العدل الدولية لوقف تلك الجرائم المروع ونسأل الله أن يجعل من أيام الشهر الفضيل أيام تتوقف فيها هذه الجرائم ويتوقف حيط الدم النازف وأن تكون مناسبة لإنقاذ الجوعة والمرضى من الخطر الذي يفتك بهم أطالب من جانب آخر أطالب الحكومة الإسرائيلية الإفراج عن أموالنا المحتجزة والتي بلغت أكثر من مليار دولار وهي الحصومات التي ندفعها للأسرى والشهداء من جانب آخر أيضا وبمناسبة يوم الجريح الفلسطيني الذي يصادف يوم الثالث عشر من هذا الشهر نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى من ضحايا جرائم الإبادة وضرورة العمل على نقلهم إلى خارج القطاع لتقديم العلاج اللازم لهم والعمل على إدخال المستلسمات الطبية لما تبقى من مستشفيات القطاع وعادة تشغيل هذه المستشفيات التي خرجت عن الخدمة أدعو إلى تكريم الجرحى والمصابين في يوم الجريح يناقش مجلس وزراء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والأوضاع المالية والأمنية والله الموفق وشكرا شكرا